هلو الله فهذه الحلقة من توب 10 رح نتعدد لكم أكثر عشر ألعاب متحمسين لها من بعد معرض اي 3 في مكز العاشر معنا لعبة رولر شامبيونس وهي لعبة من يوبي صوفت فكرتها أنت مع ضع فريقك تزال لجوان في مضمار وتحاولون تأخذون الكورة وتلفون حوالي الملعب وكل ما تلف أكثر تزيد نقاطي وبعدها لازم ترجل الكورة في الهدف عشان تحسب النقاط اللي جمعتها في مكز التاسع معنا لعبة لجند أوف زلدة لينكس أويكنين أسطورة زلدة تجعلنا من جديد بس هالمرة على شكل ريميك للعبة انزالت على جهاز الجيم بوي في التسعينات أسلوب رسوم مميز ومليان حياة واللعبة معروف عنها هنا بتكون فيها دناجن الغاز كثيرة وأيضا أسلحة وأدوات كثيرة تستخدمها في اللعبة قصة اللعبة بسيطة لينك ضعف البحر ولقى نفسها في جزيرة ويحاول يستكشف الغازها في مكز الثامن معنا لعبة Call of Duty Modern Warfare تقدم لنا شركة انتفجن Call of Duty الجديدة بمحرك جديد تماما معد من الصفر الشركة ناوي تسوي ريبوت للسلسلة مع جزء Modern Warfare الجديد وهالمرة بيكون فيه طور فردي جديد قوي يحاول فيه فريق التطوير أن يقدم قصة أقرب لواقعنا الحالي بدون ما يكون شيء خيالي بالكامل بملك السبب معنا لعبة لويجي's Mansion 3 بعد أكثر من عشر سنين على الجزء الأول يتجعلنا لويجي بجزء جديد في السلسلة ورح تكون طريقة اللعب مثل الجزء الأول بحيث يكون فيه قصر كبير وهالمرة بيكون فندق كبير تستكشف فيه غرفة غرفة مغير انقطاع أكس جزء ثاني ولي كان اسلوبه اسلوب حلقات وبيكون فيه أدوات وخصائص جديدة يستخدم لويجي مثل قدرة قويجي وهو نسخة من الجيل الأخضر يساعدك في حل الغاز اللي في القصر في المركز السادس معنا لعبة Borderlands 3 بعد سبع سنين من الجزء الثاني ترجع لنسلسلة Borderlands المحبوبة بجزء المنتظر ورح يكون فيه شخصيات جداد وقصة جديدة وأسلحة جديدة وطبعا مليان حماس وإذا حابين تشوفون أكثر عن اللعبة سجلت لكم لعب في E3 تكنوا تشوفونا على القناة في المركز الخامس معنا لعبة Watch Dogs Legion وهو يعتبر الجزء الجديد الرئيسي في السلسلة ورح يخليك تتحكم شخصيات كثيرة ومختلفة يعني هذه المرة الأبطال بيكونوا سكان المدينة أنفسهم خصوصا أرهب شخصية حبوها الناس كثار وهي العجوز البريطانية في المركز الرابع معنا لعبة Cyberbank 277 وهو يعتبر لعبة منتظرة والتي كانت مفاجأة في موث مؤتمر مايكروسوفت هو ظهور مثل مشهور كيانو ريفز فيها اللعبة عبارة عن لعبة عالم مفتوح مستقبلي بيكون فيها حرية تامة في تشكيل شخصيتك من ناحية جسدية حتى الخواص بحيث تخليه هاكر ولا يستخدم القوة في حل المشاكل طبعا الحوارات ستكون بتنوعها في اللعبة لأنها من شركة سيدي بروس كليت اللي معروف عنها لعبة دوتشو 3 في المركز الثالث عندنا لعبة دوم اتنال وهي الجزء الثاني تكمل اللعبة دوم الجديد ورح طبعا يكون فيها أسلحة جديدة والتصميم مراحل جديدة وأعداء وحوش متنوعون جداد دوم تفجير في تفجير وذبح ودم في كل مكان لعبة أكشنية ما توقف الجلد فيها في المركز الثاني معنا لعبة ستار وورد جيداي فولين أوردر وهي تتبر لعبة جديدة كليا مبنيا في عالم ستار وورد وطريقة اللعب رح يكون خليط من اللعبة هوم ريدر وانشارتد وبرزنبيرجيا وحتى دارك سولز محمد كتب من طبعا اللعبة تكن تلقونا في الموقع في المركز الأول معنا لعبة فاينال فانتسي 7 ريميك هي تتبر أكثر لعبة منتظرة ومن اسمها هي ريميك أو عدد إصدار للعبة فانتسي 7 والتي تتبر أكثر لعبة أدخلت الكثير إلى عالم الار بي جي وأكثر لعبة أيضا تم حل بها بكل وسائل ممكنة الريميك رح يكون عبارة عن حلقات أو أجزاء مثل ما يسمونها وجز الأول رح يكون أحداثها في مدقر فقط وما رح يطلعون منه وكتاسي قال أن اللعبة رح يكون مدتها قرصين بلوري وبيكون سعرها 60 دولار أمريكي ومحتواها بيكون كثير جدا طبعا السلوب القتال صار خليط بين الأكشن وتبادل أدوار محمد أيضا جرب اللعبة في إي ثري وكتب نطبعها الكامل في الموقع وهذه كانت أكثر عشر لعاب ترو جيميك منتحمسين لها بعد معرض إي ثري الرأي في الألعاب التي اخترناها أو إذا في الألعاب ثانية تحمسين لها اكتبوها تحت في التعليقات كاماكم في هذه الشيحة يهدكم العافية مع السلام